مرحبا يا شباب اليوم انا جاي اعطيكم بس كما نصيحة لطلاب البكالوريا انا اتخرج لهم بكالوريا بمجموعة 99% وحابب انقل لكم شوية نصايح مشان هالفترة اللي تعتبر حساسي جدا والطلاب كثير يعتبروا ضائعين بهالفترة اول شي انت فتت عالبكالوريا مو هيك مو عن عطب انت فتت يمكن بعض الطلاب فاكرينها سنة عادية عبارة عن تقدم وتنجحوا فقط بس في كتير طلاب عندهم حلم عندهم طموح يحققوه وهذا السبب حقيقي حتى انه يتعبوا زيادة حتى يوصلوا له لانه انك توصل لحلمك او لطموحك شي مو سهل واكيد محدة مولكل حيقدروا يوصلوا للشي المو سهل لانه بدك تتعب وتتفوق على غيرك حتى تقدر توصلوا فيا شباب انتوا هلا حتى تقدروا تحققوا افضل نسخة منكن وتصلوا لأحسن معدل البكالوريا بدكم ثلاث نقاط حكيتم على السريح انه نجهد والتزام وتنظيم وقت او سريد لا بنختلف عن هذه الا lovely بس هنا كلمة صغيرة ممكن تختصر بدي حكيه هي سنة يا شباب سنة死 في حياتكم فاع Pacans يا السنة تعتبر مصيرية جدا فانت يعني لازم حتى لو غصبت عن راسك انك تعطي شوية التزام وجهد ووقت لهي السنة لانه عن تجربتي بقلق قد ما تعبت اثناء الايام واثناء هالسنة التعب كله حيروح حيضلش فقط شي واحد هو النتيجة كل العالم وكل اقربائك حيشوفو نتيجتك يا اما جمعات مجموع عالي يفتخروا فيك ويتعرفوا عليك من جديد تلاقي ابنت خالتك اللي ما حكيتها من عشرين سنة صار التعرف عليك او يا اما كنت مثل باقي العالم جمعات مجموع عادي وصدقني يعني العالم اللي اللي بالقاع لا احد ينظر لها فعليك ان ترتقي يا ولدي فالي اه فالي اختصر لكم الشي من الاخير انت انت كيفي كيف تجي معدل عن طريق امتحان اذا قدمت بالامتحان وجبت علامة عالية خلص جبت معدل اطلعت الاول على القطر وخالصي ايا شباب فانت قدمت الامتحان وجبت علامة عالية خلص سكرت البكالوريا والسال السانوي فالفكرة مو الامتحان انت عندك مكمية قبل الامتحان بدك مراجعة قبل الامتحان تمام من انت عندك تجي مراجعة قبل الامتحان بالانتحان اكيد عندك قبل الشهر الانقطاع الي تدرس فيه شهر او شهر ونص حسب كل طلاب تمام فشهر الانقطاع هو مشان مراجعة كل شي درسته كل شي درسته أثناء السنة بتراجعه بتضبطه بترميم كل شي نقص و بتفوت على شهر الفحص مثلا فمشان شهر الانقطاع أنت يا صديقي هلأ بمنتصف الفصل الأول أنت عندك تراسة أنت شغلتك تخلص المنهاج إنهاء المنهاج بالفترة اللي قبل شهر الانقطاع يعني أنت كشخص درست المنهاج كله قبل ما يجيو شهر الانقطاع أنت وحش ختمته معنات نحن عم نقسم لمراحل تمام فمرحلة قبل إنهاء المنهاج فأنت هلأ بمرحلة إنك تنهي المنهاج أكيد بح ينهي بيوم وليلة أنت هلأ نقسمه مثلا فصل أول وتاني عندك فصل أول وتاني مشان تنهي المنهاج وإنت عندك تدرس كميات قليلة تدرس شوي شوي يزدادوا الدروس يزدادوا لبينما تنهي المنهاج شو الصوت فيا أصدقائي خليوا يكون هدفكم هلأ إنكم تجوا مرحلة شهر الانقطاع تكونوا خالصين المنهاج كله ودارسينه عم مزبوط لأنه بس درست المنهاج يجي شهر الانقطاع عدت لي درسته تمام وصلت أشهر الامتحان عندك يومين قبل كل مادة عدت المادة وصلت أنت خاتم كل شي تمام فالمرحلة اللي أنتو فيها إنهاء المنهاج هلأ أنت يا صديقي أنت تاخد شي جديد عليك تمام ف تنظيم الوقت يعني ما رح أحكي عن كل مادة هلأ بالذات تمام رح أحكي بشكل عام بشكل يعني مختصر أنت ما رح إلا كدرس 6-7 ساعات بديون أنت بس لأن إذا مسجل مع أحد أو مدرسة فدا تكون ماشي مع الأستاذ أو المدرسة فبدأك تتابعون وما تراكي يعني عندك كمية محددة كل يوم بدك تنجزها فأنت يا صديقي وقت قلت لك أنا لا تحدد ساعات الدراسة أنت بدك تعد الدقايق اللي ما درست فيها نعم صديقي أنا قلت لك سنة مصيرية بدك تتعب وبس تتعب صدقني يعني التعب ما بيروح حتلاقي نتيجته بالآخر السنة فاللي عليك إنك تدرس طول الوقت شي ما عرفته دور عليه خليك عم تبحث عنه لتفهمه وتعرفه بدك تنهي دروس صدقوني يا شباب السنة مانا صعبة بس شوية جهد وتعب بس صدقوني إنك إذا أنت مؤثر هلأ إذا أنت مؤثر لأنك عم تضيع وقت على الموبايل أشي تاني فيعني أنت لا ما إلك عزر اللي أنت مؤثر عطيه وقت للمادة وبس تعطيه وقت أحياناً ممكن ما تضطر تنام إلا كم ساعة عادي تعطيه وقت تتعوض النقص تمام أنت بدك تكون عندك عقلية ناجحة يا أخي وإخواتي أنت كشخص بدك تفوت كلية الطب أكيد مو مثل الشخص اللي حيفوت غير شي تمام بدك تكون متفوق عليه فعني أنا يا شباب قلت لكم بدكم الساعات الدراسة تزودوها كتير تعطوا كل جهتكم كل وقتكم عادي وقت الراحة عادي إذا في وقت تضحك صار حدا حكى نكته عادي طبيعي يا شباب ضحكوا تسلوا بس بس تسلوا لا تنسوا إنه في دراسة نبسطوا قد ما بتكون بس في دراسة يعني ارجعوا درسوا فبس تنهوا أنتوا مرحلة تنهاء المنهاج أنتوا هون نجزتوا قسم مهم جدا من البكالو سوريا فصفة حكي تاني أول شي عندكم إنهاء الفصل الأول تمام بس تنهوا الفصل الأول يا شباب اللي هو قد ما درستوا في منيح حتى لو الطلاب هلأ بلشوا ممكن يوصلوا لأي علامة بدونياها إنا فيديو تاني تشوفكم خير سلام ترجمة نانسي قنقر